بسم الله الرحمن الرحيم نهار دي بشمانسي ان شاء الله هناخد الاعمدة تمام كده اول حاجة بتقبلني في الاعمدة اه هي انواع الاعمدة ال type of column انواع الاعمدة بيقولك عندك اربع تصنيفات للاعمدة اول تصنيف طبقا للابعاد بتاعتها due to dimension طبقا للابعاد شكلها عاملة زي بقولك ان انت عادك حاجتان طبقا للابعاد في اعمد قصيرة في اعمدة قصيرة واعمدة طويلة في اعمدة اسمها pirка column وفي اعمدة اسمها longo اعمدة cisplone او الاعمدة القصيرة ديت الاعمود الي عادة في طبيعنا له العموض القصيرة. العمدة herumدة الطويلة تمامل ما SPEAKER SHORT ll Wolf واللينجو كولم. اللينجو كولم ليه هو مسامة وبرده تاني اسمه الاسلندر كولم. الاعمدة النحيفة. عشان بتبقى طويلة جدا. تمام? كده بتبقى طويلة جدا. الشورت اسمها الان سلندر كولم. الاعمدة الغير نحيفة. تمام كده? تمام? دي تبقى انيه الابعاد بتاعتك. طب تاني تصنيفة تبقى انيه الاستراب. due to استراب. تبقى انيه الكنات اللي موجودة عندك في الاعمدة. طب بيقولك ان انت عندك حاجتين. في. اول خطوة معي. اه اعمدة طاية كولم. والاعمدة التانية اسمها الاسبايرة كولم. طاية كولم عبارة عن ايه? اعمدة زو. كانت منفصلة. طب الاسبايرة كولم اعمدة زو. كانت حلزونية. تمام كده? ايه اعمدة زو كنات منفصلة. اعمدة زو كنات حلزونية. عمود عادي جدا. اعمدة اللي هي. الطاية كولم. الطاية كولم. خلينا في الطاية كولم من الاقوى. ادي الطاية كولم. عمود عادي جدا. اهوة تبشوانسين. ادي العمود. الهواء تبقى منفصلة. ادي الهواء. وادي الهواء. وادي الهواء. وادي الهواء hanging الهواء. ولكل ما بتجي تخ LUVI. يعني لم تجي تخذ الهواء. ادي شكل الهواء. طب والكانة التانية. ادي شكل الهواء. عندما تجي الهواء ي JDW. فوب마دة الهواء على يبقىéndان منفصلة. ادي كانة ودي كانة. فexy واسم طاية كولم أعمدة زو الكنات المنفصلة طب الاسبيرال كولم ماهي الاسبيرال كولم؟ يكون عمود دائري قد العمود الدائري بتاعك هوت؟ اهو الكنات التي تعمل في العمود الدائري كيف تكون حلزونية؟ تكون كما ترى كان حلزونية فالكنات الحلزونية تكون متصرة فاذا تسمى؟ اسمه السبيرال كولم أعمدة زو كانت متصرة كانت متصرة لأنها كان حلزونية جايب العمود كله ويقولها كان واحدة عبارة عن الحديد المايل تستيل اللي هو فاي ستة أو فاي تمانية تمام كده؟ اللي هو القطاري اللي حين نعمل منه وكانت بيذن فعل يتني منه أهوات يا باشوانسين وهي عبارة عن سيخ واحد وانت اللي بتتنيه على حسب العمود بتاعك تمام كده يا باشوانسين في مشاف كلم ده؟ دوت العمود الاسبيرال كولم ودي العمود والطاية كولم دي تانية تصنيفة معانا تبتلت تصنيفة دوتو استرق تانية تصنيفة معانا نظر من مقومة الأحمال الجانبية يبقى تانية تصنيفة نظرا للأحمال الجانبية بتاسم الفيدي هل عمودة تصنيفة w�라 تصنيفة أحم된 الجانبية او لن يكون متوقفة دي تصنيفة هل عمودة تصنيفة من نوعб تصنيفة تصنيفة مقيدة ضد الأحمال الجانبية فأيضاران مثلما يحّمه مثل العمودت تصنيفة ام Motors أعيش تقويرها تمام هي نفس كلام ده. طب اخر تصنيفة معنا هي تصنيفة رقم اربعة تبقى من الاحمال. الاحمال الموجودة عندك على الاعمال. بيقولك عندك ممكن يكون الحمل اكسيال لوت. الحمل جاي في السنطر. جاي في السنطر ازاي ادل عمود بتاعك اهو. نطلع شوية. او خلينا اليمان. خلينا في الاكسيال لوت. دي اول تصنيف. الاكسيال لوت. دوت اللي هو شكل الحمل بيعمل ازاي. ادل عمود بتاعك اهوة يا باش مهندس. ادل محور اكس ومحور باي. هتلاقي ان قوة او الحمل اللي واقع على العمود جاي في السنطر بتاعه بالزبط. ادل قوة البي. فالاكسيال لوت بيبع علي بي اولت مت فقط. على القوة بس. تبتل تصنيفة. حاجة اسمها يوني اكسيال لوت. يوني اكسيال لوت. بيبقى ادل عمود. ادل السنطر بتاع العمود. اهو ال اكس والواي. ادل سنتر بتاع العمود. هتلاقي ان قوة البي او قوة الدخل اللي جاء عليه مرحلة. مترحلة في اتجاه واحد. يعني هتلاقيها واقع هنا. ادل بي اولت. والحكتة دي تسميها مقدار الترحيل او الازاحة. فانت تلاقي ان اليوني اكسيال لوت. عليه. قيمة للبي اولت وقيمة للامة. عشان البي مترحلة في امة واحدة. ممكن تبقى البي مترحلة اليام مادة. ممكن تبقى اليام مادة. ممكن تبقى هنا. جوادة تبقى الايداية. فانت البي هنا مترحلة بس من ناحية مشور واحد. طب تلت حاجة بقى تلت تصنيفة حاجة تسميها تراي اكسيال لوت. تراي اكسيال لوت. يعني عليه ثلاثة احمال. اهل الاحمال. كوة البي. وفيه مومنت في اتجاه الامة اكس. وفيه مومنت في اتجاه الامة واحد. فاسمها تراي اكسيال. يعني عليه ثلاثة حاجات. طب دوت بتيجي وقتين. لو قادل عمود زي ما انت شايف. ودي سنطر. محور اكس ومحور اواء. ود الصنطر بتاع العمودة هو. القوة بي. او قوة الضغط اللي وقع على العمود مترحلة من ناحية اكس، ومترحلة من ناحية طواي. يعني جاهل. واليقر. فانت هتلاقي ان هنا هنا فيه قيمة للايد. وهنا فيه قيمة للايد. فقيمة الايد. هتجيب لك هنا dioAw stagnans. وهتجيب لك هنا Instant يام長 ya Flash مهندسي. فانت هتلاقي ان العمود بتاعك لو علي قوة بس اسمه اكسيا. لو علي قوة ومومنت اسمه يوني اكسيا. طب لو عليه بي وم في اتجاه اكس وم في اتجاه واي فاسمه ايه? تراي اكسيا لو. تمام كده يا باش مهندسي? تمام. دي اول حاجة. طب احمد اللي هناخد النهاردة بقى هناخد ايه? هناخد الطايد كولم. الطايد كولم. اللي هي الاعمدة المنفصلة او الاعمدة زو كنات منفصلة. هاخدها من ناحية ايه? عايزة صممها. يبتتصمم ازاي الاعمدة الطايد كولم. يبقى الحاجة اللي هناخدها المهاردة اسمها الطايد كولم. طب الطايد كولم. اول حاجة اعمدة زو كنات منفصلة. شاك له اهو يا باش مهندسي. هذا الطايد كولم يا باش مهندسي. الطايد كولم يا باش مهندسي. قلنا اللي هو العمود زو كنات منفصلة. اللي هو شكله ده. عايزة صمممه. عايزة صمممه يعني ايه? يعني عايزة جيب. البعد ده وليكم بي. البعد ده تي. احنا قلنا اللي مجيزة صمم كلمة ديزاين بصممها من حاجتين. من خرصانة ومن حديد. يعني عايزة تعرف. فهنا بجب عام القيام بكيف ج shocked. البي. كيم. والت كيم. احنا هذا احنا قلنا من الارى السنة التي تضيفه العمود. احنا قلنا بعاله عن القيام بول العمود عبارة عن المحضة الذكبر العمود. عبارة عن حديد الرقصي. R. kar gusto. وحديد الناستين. الحديد مين مستيل. اللي هو الحديد الرقصي. وسحديد الناستراء. تمام كده يا باش مهندسي. ف انا لا أريد أن أعمل هذا كل هذا. يقول لك أن الأعمال التايت كولم فيها معادلة، وهو الشمل الذي تشيله. ما هي الشمل الذي يشيله؟ يقول لك أن البيئة أطبق قيمة الحمل الذي يشيله العموض التايت كيمته 35% FCU في الاريا كونكريلت نقص الاريا ستين زائل 0.67% فو sar Cro Lee في رائد werk Окريم الإ AB خمسة و Palmer المعادلة التي يوجب هي الجاملة psy argentin h kebeaa ليس هكذا، كيف أحد؟ 638% ينقدره حمل تايت 560% 35% إلى أنهkap خمسة و کن européambure وatsuungen المنوذج إضافة إضافة بها أو أنهsinging بريد التايت كيمته 440s إيضافة في رائد Pang فو daar Samson ف وصل هذه الحديد بالجهارات والحديد في مساحة الحديد بيقولك ان انت في المسألة بتبقى قيمة البيئة أوتمت بتبقى معطا فانت هتلاقي عندك مشكلة اهي المشكلة ان الاريا كونكريت ما انتش بتبقى عرفة مجهولة والاريا سيل بتبقى مجهولة فانت عندك معادلة في مجهولين اكيد بفرض واحد عشان اجيب التاني بيقولك ان انت دايما لما يفرض بقول اسيوم ان قيمة الاريا سيل باخدها واحد من الاريا كونكريت دايما قيمة الحديد بتبقى واحد في المية من قيمة الخرصنة من ابعاد العمود اللي هي البيوت تمام كده يا اشوانسين اه دي المعادلة بتاعتنا طب عندك شوات حاجات كده اهي الحاجات الاريا سيل مانمو اقل مسحة حديد عندك كان في العمود طب نشوف عشان انتوا مش شايفان الاريا سيل مانمو اقل مسحة الحديد عندك المفروض تبقى في العمود كام دايماً بتحط ما تنفعش تعدى أقصى قيمة حديد موجودة في القطع طب كميت حكام يقام 4% يقام 5% يقام 6% طب 4-5-6 عن حسب ايه؟ هي 4% من الارية تنكرية من الارية تنكرية طب 4% لو العمود بتاعك داخلي 5% لو العمود بتاعك خارجي 6% لو العمود بتاعك كورمر داخلي يعني ايه؟ يعني ايه؟ البلطة هي دوت اسمه عمود كورمر ده اسمه عمود خارجي طب ده اسمه عمود داخلي فأكبر مساحة للعمود والكورمر يا بشوانسين 6% من الارية تنكرية العمود الخارجي 5% من الارية تنكرية طب العمود الداخلي 4% من الارية تنكرية تمام كده؟ طب عندك شوية اشتياطات لازم اعرفها كده انت صنمت يا بشوانس العمود من الخرصانة ومن الحديد بس الحديد الرئيسي تمام كده؟ عايزة بيشفى حاجات ايه؟ يا فضل الكنات عايزة عرف ايه الكنات عايزة عرف ايه في الكنات عايزة عرف كتر الكنات كام وعايزة عرف عدد الكنات كام او بتجيب من اين؟ من الاس المسافة بين الكنات طب كتر الكنات يقولك ان كتر الكنات هي الاكبر ما بين الكنتين هم الكنتين 8 ملي والفاي على الاربع طب الفاي ده هو ايه؟ الكتر اللي انت استخدمته في التسليق يبقى الفاي هو القطر المستخدم في التسليق التسليح الهيه اللي هو الاريا ستين اللي انت قد تفرضها بواحد من مية من الاريا كونتريت تمام كده؟ طب ذات الفاي يبقى القطر الكنة هو الاكبر ما بين الكنتين تمانية منه فاعلة واربع طب الاس هي المسافة ما بين الكنات ولكن الاس هي قانونها ايه؟ هي الاسمولة القيمة الاقل ما بين الكنتين هم الكنتين 200 الملي و 15 الفاي طب 15 الفاي الفاي ده برضه هو ايه؟ الكتر المستخدم في التسليح تمام كده يا باش مانسين؟ يبقى انا جبت الفاي وجبت الاس كده انت تعرف تجيب كتر الكنة والاس بس انا في العمود بالذات غير القبل كده في الكاميرات لا هنا بقى في العمدان مانه بحدي ستعرف كم كانت في المتر وهي ان يبقى الان عبارة عن ايه؟ عدد الكنت في المتر كمتها ابارة عن الف على اس لان الكنت بتاعتك بتوزع لكل متر طولي فانت ولكم هتطلع خمسة يبقى خمسة كانت فاي تمانية لكل متر طولي بيتوزعه في المتر فالمتر دوت اللي هو عبارة عن الالف طب الاس هي المسافة ما بين الكنتين تمام يا باش مانسين؟ هذا بالنسبة للإستراب، جبت كتر الكلام وضبت عدد الكلام. لديك بعض الأشياء المسموحة في العمود، وهو أقل بعد وأقل قطر، وهي المسافة الموجودة والكلام. يقول لك يا باش مهدس أن أقل قطر، الأكثر المسموحة في العمدان، أقل حاجة في 12. يعني أسمح لك في 12، في 16، في 18، وفي مقاحة. لكن أقل حاجة في كان، في 12، يبقى أقل قطر موجود عندك في العمدان في 12. ثاني حاجة، أقل بعد في العمود. البعد الذي هو آد تي وآد البيت. أقل بعد في العمود، يعني تي ما يفعش تقل على الرقم، ولا البيت ينفع تقل على الرقم. طب الرقم دا كان، يقولك أن أقل قطر في العمود 200 مل. ما ينفعش يقل على 200 مل. تمام؟ طب إيه كان معك يا باش وانس؟ بقولك أن أقل عدد السياح موجودة في العمود ستة السياح. ما ينفعش تحط لي أقل من ستة السياح. تمام؟ طب بالنسبة للإباء، ليه؟ الحديد بتاعك اللي مربوط واللي مش المربوط. لو عندك عمود زي ده، نعلي شوية. عمود قهو. أول شيء في العمود بتقابلني؟ ماذا كان؟ قادل كنة هاي؟ تمام؟ عندك سخ هاي، وعندك سخ هاي، وعندك سخ كده، وعندك سخ كده، وعندك سخ كده، أهو يا باش موانسي. تمام؟ ما ليبعين؟ لكن مثلاً، ما ليبعين؟ أكبر مسافة ما بين السخير مربوط من يمتين يعني ده مربوط من يمتين ده مربوط من يمتين أكبر مسافة ما بينهم 250 ملي أكبر مسافة طب بقولكби Worth نespallo الكهربiens ما بين peace سخ مربوط من يمتين وسخ مربوط من يم وحدة أكبر مسافة 150 ملي يبقى ثاني عندك فيه هنا عشان أعرف أعرف أحط الكنات أعرف أوزع الكنات بتاعتك تضع كم كانت في الشكل هنا. تمام كده؟ تمام. هذا مربوط من يمتين. هذا مربوط من يمتين. هذا مربوط من يمتين. بيقولك أن أكبر مسافة ما بين سخين مربوطين من النحيةين 250 ملي. وأكبر مسافة ما بين سخين واحد مربوط من نحية واحدة 150 ملي يبقى مهانسين. هناك مشكلة في هذا المشكلة؟ تمام. يعني لو المسافة داية زادت وليكن. كانت طلع 170 ملي. ما ينفعش هنا ما يبقاش فيه كان. لا يبقى هنا لازم فيه كان. وهنا لازم يبقى فيه كان. فيمتين الكلام دا يا باش مهاندس؟ تمام. نيجي بقى من المسألة عشان نتهم الكلام كويس. قد المسألة هنا نسألنا رقم أربعة في الشيت بتاعك. يقولك إيه؟ ديزاين شرط كولا. كارينك يتحمل. ألطميت أكسل لوي. قيمة البي بألفين كيلو نيوتن. والف سي يو بثلاثين. والف سي يو بثلاثين. والف سي يو بثلاثين. وصممه كطايت كولا. حتى كده ما خدش غير طايت بس. وكده ما تصممه من حيث انه هو طايت كولا. يعني عموية زوج هانات من فصل. أول خطوة معايا في الحالة. بكتب معادلة الطايت كولا. ما هي معادلة الطايت كولا؟ ان البي قاطر بتساوي 35 من ميل. الف سي يو. في الاريا كونكريت. مقص الاريا ستيل. زائد. بوينت ستة سرعة. الف سي يو. في الاريا ستيل. قدي أول حاجة معايا معادلة الطايت كولا. تمام. هتلاقي فيني انه جهول بتاعك. مجهولان. الاريا كونكريت. والاريا استيل. فانا بفرد واحد بدللت الثاني. بفرد دايما. يبقى هو خطوة معايا. بقول له. اسيوم. ان الاريا ستيل هتساوي واحد من مية من الاريا كونكريت. وابدأ أعود في المسألة. كويمة البي بقى الفين. يبقى الفين. قلت ان اي قوة. ادي كيلو نيوتن. ووحدتك كلها بالنيوتن. على الملي متر سكوير. تمام. يبقى حوحدتك بالنيوتن. فالكيلو نيوتن هتضرف في كام. في الف. فى الرفين فى عشه وصى تيلات هتساوي. 35 من مية. الفي كان. ب30. في الاريا كونكريت. بنفس نقبة. نقص الاريا ستين. واحد من مية من الاريا كونكريت. زايت. ف.ق. ستة ساعة. الفي تلتمية وخمسين. فى الاريا ستين. واحد من مية من الاريا كونكريت. معادلة. مهجة مجهول واحد. المجهول اللي هو الريا كونكريت صف المعادلة باشوانز هتلاقي ان الفين فعشرة قصى تلاته هتساوي اثناش علامة سبعة اربعة في الريا كونكريت معادلة فيها مجهول واحد اللي هو الريا كونكريت جبت الريا كونكريت تضعيك الريا كونكريت متان برقم تبيل واحد خمسة ستة تاسعة تمانية خمسة ملي متر اسكويت. جبت الاريا كونكريت. الهيه ايه? مساحة العمود الخرصان. ادي العمود اهو. البعد ده. تي والبعد ده. انت جبت الاريا كونكريت. طب انت اصلا المسألة مش مديك ابعاد العمود. فان هقدر اجيب ابعاد العمود. يبقى الاريا كونكريت. بتساوي البي في التي. هتلاحظ ان الاريا كونكريت معي. طب البي معك? لا. طب اتي معك? لا. طب هعمل ايه في الحل ده? هروح فرض واحد واجيب التاني. دايما اللي بفرض بفرض البي. اللي هو البي ده. البعد الصغر اللي عمود. طب احنا قلنا. ان اقل البعد اللي عمود وحنا بنشرح 200 الملي. طب لما اجي اخد البي خدها ب250 يا بشوهندس. خدها ب250 ملي يا بشوهندسين. تمام كده? فلما اجي افرض البي اخدها بكامل? ب250 الملي. عوض بقى هل? دايما. يعني لو البي مش مرته دايما نفرضها ب250 الملي. عوض بقى هتلاح ان الاريا كونكريت بتساوي 250 في التي. قد الاريا كونكريت ان هو الرقم دوت هجيب منها قيمة ايه تي? يبقى اذا اتضعطلك بكم? ب600 سبعة وعشرين من تسعة من عشرة ملي متر. طب هقربها ولا مش هقربها? هقربها. قلت ان حاجات بتتقرب اقرب ميت ملي. عشرة سنتر. يعني ده ستمائة سبعة وعشرين ملي. فحش حد يقرب هلو 650. هقربها الكام لسبعمية يا بشوهندس. يبقى اذا ات تسوي كام? سبعمائة الملي. تمام. يبقى العمود بتاعك دوات ابعاده بقت كام? بقت البي بمئتين وخمسين. والتي بسبعمائة. تمام كده? فاهم مش كاف كلام دوت? تمام. لحد دلوقتي كده. ادي تي بسبعمائة والبي بمئتين وخمسين. الخطة البعض كده. انت كده صممت العمود من ناحية الخرصانة. جبت الابعاد بتاعك الخرصانية. جبت الابعاد دات. عادي شوف بقيمة الحديد. تمام كنت فرضة فرض في بداية المسألة. ان الاريا ستين بتسام واحد من مية من الاريا كونكريت. طب الاريا كونكريت محدش يستخدم الاريا كونكريت اللي قبل كده. اللي هي كانت تمامتها واحد خمسة ستة تسعة تمانية خمسة علامة مية سبعة. لا. الاريا كونكريت دي كانت موجودة لما اديتها بستمية وشوية. بستمية سبعة وعشرين فسعة من عشر. بس دلوقت متقربتها بسبعم مية. يبقى في اريا كونكريت ايه? في اريا كونكريت جديدة. الاكشور. الحقيقية. الفعليا. تمام كده? يبقى هجب الاريا ستين بتساوي واحد من مية في الاريا كونكريت الاكشور. اللي هي القيمة. السبعمية في الميتين وخمسين. يا بشون. في محدش ادراك لكم ادي. لا. تدراتي حمي كم دراتة ابعاد العمود بتاعتك اهي. الاكشور. الفعلية. حي وقت ما نجعه بالفطرات. حي وقت بالفعل. بالحصل فعلي. العمود سبعمية في ميتين وخمسين. هجيب الاريا ستين. طنعتك من الاريا ستين يا بشونسين. بقى لك سبعمية وخمسين. ميلي متر اسكوير. عايز تحوالها وفايل. اتنشر تمام. عايز تحوالها وفايل ستاشر. براحتك عايز تحوالها وفايل تمنتاشر اللي انت عايز. تمام. انا عن نفس استخدمت فايل ستاشر. يبه هاسم على باية على الاربعا. في الستاشر تربيح. طلعت التنومة ده. طلعت لك كام. طلعت لك تمانية وسبعة سيف. ينفح هي اسمها سيف. لا باريخ مغربان. هراوه من تسعة سيف. بس ده عمود. عمود مستطيل زي ما انت شايف. ما ينفحش فيه عدد فرد. ده لازم عدد زوجي. يبقى هنا عبارة عن عشر تسياق. يبقى اللي انت هتستخدم هتستخدم كام. عشرة فايل ستاشر في العمود. يبقى دروا انت صممت العمود من ناحية الخرصانة. ومن ناحية الحديد الرئيسي اللي فيها. فاضل ايه بقى تاني. فاضل الكنات. هتصمم الكنات الزي. لما اجي صمم الكنات. قلت عندك هتتمك الكنات. عايز اجيب كتر الكان. اللي هو الفان. وعايز اجيب الاس بتاع الكهاج. يبقى الخطوة اللي بعد كده. الاسطرب. طب الاسطرب. عايز اجيب الاس. وعايز اجيب الاس. طب الاس. كانت كميتها كم? هي اقل لما بين كنتين. اون مرتين. متين. الميل. وخمستاشر الفان. طب خمستاشر الفان. طب خمستاشر. هو الفطرة انت الشغال توكام. ستاشر. حتوا خمستاشر. خمستاشر خمستاشر خطعت. ميتين واربعين. يبقى الاس هتاخدها ميتين واربعين. هاخدها ميتين لأنها القلب. يبقى الاس بتساوي متين المل. جبت الاس اللي هي المسافة ما بين الكنت. عايزة شوف عدد الكنت. الان. يبقى الخطر بعد كي بجيب عدد الكنت. يبقى الان ده عبارة عن ايه? عدد الكنت. عبارة عن الف على اس. يبقى الف على متين يعني تطع لك خمس كنات في المتر. طب انت جده جبت عدد الكنت. عايزة اجيب ايه? قطر كان الهو بولفاي. قلت الفاي هي الاكبر ما بين كوتين. وهما المتين. يآما فاي. تم Female. يآما فاي على الاربع utter. طب الفاي هو القطر اللي mozzarella مستقدمة في الحديد الرئيسة التامستقدامه كان ستاشر. فاي ستاشر. بس ستاشر على الاربع تدلا كان باربعة ملي. يبقى الفاي هي الاكبر ما بين التمية والاربع كان? تمانية. يبقى دل فايل بتمانية مليا باش مهانتسين. كده تمام. كده انت صممت الكنات. عندها خمس كنات وكتر فايل تقبلي. بقى بتكتب ازاي? خمس كنات فايل تمانية لكل متر ايه? لكل متر طولي يا باش مهانتسين. كده انت صممت العمود من خلصانة والعمود من الحليب. اخر حاجة معنا عايز ارسم العمود. هرسم العمود. هنرسمه ازاي? ادي رسلة العمود اهو. ايه القعد ده? سبعمين. طب والقعد ده? متين وخمسين. طب اول حاجة بتقاملك فيه. العمود اهو. الكان. ادي الكان هي. طب كان عندك كمسيخ? كان عندك عشرة. تمام كده? وعشرة متوزعين على العمود يقول على المحيط الخارجي العمود. يعني هتقول له هنا خمسة وهنا خمسة. حط الخمسة. ادي سين. اتنين. تلاتة. تلاتة. اربعة. خمسة. ادي سين. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. تمام? ادي اجمالي الحديد بتاعي. يبدو ما تعباره عن كم? عشرة. خايف. ستاشت. ماشي. تمام كده? عايزة اتنى بقى. عايزة احط الكنات. طب عشان احط الكنات ما احنا قلنا. المسافة ما بين سخين مربوطية. سخين مربوطية من ناحيتين. السخين. الاتنين مربوطين من ناحيتين لا تزيد عن ماتين وخمسين. تمام. طب ما هداية? طب المسافة ما بين سخين مربوطية من ناحية واحدة لا تزيد عن مية وخمسين. طب انا عايز خلط الشتة من هنا الهنا هو القفر والشتة Neither من هنا الهنا هو عبارة عن القفر أنت جبت المسافة الداخلية جبت المسافة دي كلها لو أسمت على عدد المسافات ما بين السيخ الحديد أنت جبت المسافة ما بين كل السيخ والتان يبقى أوّل حقيقة بعملها وتقولي السبعمائية ناصل القفر دة ولكفر دة طب القفر في العمود 25 مليا 22,5 سنتري بس أنت عندك 2 قفر يعني 50 يبقى المسافة من هنا لحد هنا عبارة عنه 700 مقص 50 يعني 650 المال طبعا إذا أجب المسافة ما بين السخدة والسخدة 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 وهكذا هتقولي 650 على عدد المسافات هذه مسافة 2 3 4 يبقى على الأربع هتتعلق الكومة ديت ب 162.5 يبقى المسافة دلوقتي ما بين هنا وهنا 162.5 162.5 162.5 162.5 162.5 عايزة لحط الكنات بتاعتك تمام طب هنا ده مربوط من 200 وده مربوط من 200 طب المسافة ما بين ده ده كان نقولنا أن أكبر مسافة 200 يا بشوانسين هنا هي الأكبر مسافة كان 250 هي كيف كده أصلا العدود كلهم 250 شو القبر وشو القبر يعني المسافة من هنا الهنا 200 تمام من هنا الهنا 200 تمام مسحيفة مزايل فل يبقى هنا مش تحط كان طب نيجي هنا المسافة من هنا الهنا 162.5 ضبر مربوط من يمتين وضبر مربوط من يم واحدة طب ده المسافة أقدر من 150 يبقى ما ينفعش بلازم نحط ايه كان هنا كمان يبقى دي كان طب ما هي الكنة ديت هي نفسها الكنة ديت ما دو كلها على بعضها كان واحدة يبقى دي فرع التاني التالت الرابع تمام كده تمام طب المسافة ما بين السيخ ده مربوط من يمتين والسيخ ده مربوط من اين من يم واحدة المسافة كان 162.5 ده أقبل برضو من كام من 150 فلازم هنا في كانت تحط فالكنة التي تحط هنا اسمها كان ايه كان حباية على قد السيخين بس كان شكلها كده كان حباية اهي طب افل الكنة ازاق لها على بعضها كانت ولكم الافل بتاحها اليمات يبقى الافل كلها اليمات التانية الناحية اللي فوق طب ما دو كلها كانت الافل بتاحها اليمات طب الصغرة دي كانت حباية الافل بتاحها هم كده يبقى انت رسمت العمود من حيث الكنات ومن حيث الايه الحديد والخرصانة وكل حي تمام كده يا بشمانسين وفي سؤال حتى هيقول ان في خمس كانت انت ونرسم خمس كانت الخمس كانت التانية في المتر يعني ايه هنركز هنا يا بشمانس قاد العمود اهو انتحطت قاد وليكن واحد متر انتحطت في المتر ده خمس كانت ادي كانت اتنين تلاتة اربعة خمسة طب شكل الكن عامل زعنة وجيت خط زوم على الكنة دي شكلها عامل كده يبقى المحدد شو قولي ان الكنة دي والكنات اللي هي الزرق او الحمراء والكنس راضي لها عرقب عدد الكنت اللي انت جيبهم خمسة في تماني لا دا 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 شكل الكنة الواحدة طب فيه كان الكنة هتشطاه في المتر شبه ده خمس كانت يا بشمانسين تمام كده تمام فقط الاخر حجم عنا بقى هي ال اي اتشكي كده بعمله اسمه ال في استراب حجم الكنات فيه تشكي كده بنت عم هو اللي تشك ان حجم الكنات ال في استراب اللي هو بيساوي عدد الكنات في المتر فيه من صحة فرع الكام اللي هو يا فاي تمانية يا فاي عشرة حسب فاي تمانية خمسين من ثلاثة عشر مضروف فيه محيط الكام لازم ان اكبر من اي يساوي اتنين ونص ابعاد العمول اللي هو البي في التين طب ان عدد الكنات خمس تمام طب الارياء السراب انت كنت مصيرنا من خمسة فاي تمانية طب الفاي تمانية الارياء السراب بتاعتها بكام بخمسين وثلاثة عشر تمام طب هنا اتنين ونص البي في التين اتنين ونص طب البي بمتن وخمسين طب التين بسبعمائة تمام ايه مشكلتك الواحدة هنا البرامتر محيط الكان محيط الكنات اللي انت استخدمتها عايزة جيب محيط الكنات اللي موجودة هنا المحيط ضيد يبقى مشكلتك كلها هنا في المحيط طب اجيبها ازاي انا همسح القانون وخلاص هجيبه المحيط وتعوض بهنا وخلاص وديا دايما هتطلع اكبر من اتنين ونص بفتيو والمسألة خلاص فهجيب دياد باية باشوانسيني بهمسح الكلام دا لما اجيب الكلام داوت نركز عايزة جيب المحيط البرامتر الوحيط بيسوي طب انت عندك كم كانا الاول طب نفرض لازم نفرض الكنات اللي عنتي عشان نشوفه المحيط بتاعي طب تيجي نفرضها فوق اول حاجة الكنة الكبيرة اللي واخدها العمود كلها اللي هي الزر طب نعملها بنفس اللون عشان تبقوا فاهمين الكنة الكبيرة اهل ماشي طب والكان الحمر لها الكنة داي نطلخ اخوه طب والكان الحباية الصغيرة اهل عايزة جيب المحيط محيط يعني مجموعة اطوال الحاجات كلها ماشي يبقى لو عايزة اجيب المحيط يبقى طول دا زئل 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 طبع عشان اجيب المحيط او مجموعة اطوال عايزة اعرف الطول ده كام ماشي هي المحيط كلها العبود كله على الأساس البعد وهي 250. يتكبر مرحباً من هنا. ويوجد فكبر مرحباً من هنا. ما يعطي عنه 250 يكون 250. يوجد أن هذا 250 يعني 200. سيكون هذا 250. وهي 200. وهي أخرى؟ كما كان الحقرة وقال نفس الكلام عرضها هو نفس عرض الكلام. في هذا الزرء. يعني هذا 200. و önemli 200. أخرى الكنى الحباء وقال نفس الكلام. هذا 200 و medio 200. ماشي! أريد أن أجعلك المساخ لوله حتى كل هذا رesp تواجدنا من هنا 25 إلى 35 إلى 650. يعني المسافة ستمائة وخمسين. نأتي على الكنال الخمراء. المسافة كامل؟ لا يوجد شيء آخر. يجب أن تقوم بـ 162.5 في 2؟ أو تقوم بـ 650. ناصمية 262.5 وناصمية 262.5. يجب أن تقوم بـ 2 و 1. سوف تقوم بأن هذا الموضوع 325. حسنًا 325 كانت مينة. مينة 262.5 في 2. وهو هذه المسافة والمسافة. حسنًا نقوم بأن هذه المسافة لا يوجد لازمة تحسبي. فقط، اجب لي بقى البرامتر المحدة. جمع هذا كل هذا المحدة. المحدة هو مجموعة أطلاع. المستطيلة هي 2 مضروف في طول زاد العرض. مستطيلات يكون 2 مضروف في طول زاد العرض. حسنًا 2. دعونا في الكنى الكبير. الطول 650 وعرض 200. يكون 650 زاد 200. زاد الكنى الحمرة. الجعد بتاعها 350. 325 ومتين. يبقى 2. في 325 زاد 200. زاد الكنى الصغرى الكنى الحباية. ده عبارة عن 2 في 200. ده ملهاش عرض. ملهاش كان. ده هي 200 زاد 200. بس يا بشمونسين. وهي تضع تلكم ديت ب3150 المل. المل. تمام كده؟ فمش شاهد كلام ده؟ وهروح معاوضة بالرقم دول في المعادلة اللي أنا كنت عملاها. وهذه كانت الكنى بتاعتها هتساوي. مباشرة. الان كانت بخمسة. في الاريس طرب بخمسين وثلاثة من عشرة. في البرامتر بـ 3150. كانت أكبر من 2.5 البي في التي. طب البي بـ 250 والتي بالسبعمية. عاوض يا بشمونسين. ستطلع لك الرقم ده أكبر بالتيل من الرقم دوت يا بشمونسين. ستطلع لك الرقم دوت يا بشمونسين. وقد خلصت المسألة يا بشمونسين.